تعيد الفطر المباركة التي يعيشها العراقيون يقف خلفها مقاتلون مرابطون على السواتر من أبناء القوات الأمنية والحيد الشعبية ليصنعوا الأمن والأمان والابتسامة على شفاه المواطنين فكل عام وهم بألف خير نهنئ قيادتنا وسيد وزير الدفاع وقيادة العملات المشتركة وقيادة قوات البرية وكل مقاتلين الأبطال من الجيش العراقي والحجد الشعبي والشرطة العراقية الأبطال الذين يقفون بقوة لغرض درع عصابات داعش من الدخول إلى المدن ومحارفتهم فبهذه المناسبة قد منهم التهنية والتحياء وإن شاء الله كل عام وشعبنا العراقي بألف خير في هذه الأيام نحن موجودون في قواطعنا وسواترنا كتفا لكتف مع أبناء القوات الأمنية لتأمين الراحة والأطمان لعوالينا الكريمة نؤكد مرة أخرى وهذه رسالتنا أن القوات الأمنية وقوات الحجد الشعبي هي درع هذا الوطن لحمايته وكذلك لدفع الخطر عنه من داعش وغيره وأذنابه مستمرون في تصدينا لداعش لغرض عدن المساس والوصول إلى دور المواطنين الآمنة وأماكن عبادتهم وأماكن استراحتهم المقاتلون أكدوا أن فرحتهم الكبرى هي توفير الاستقلار الأمني في عموم أقضية محافظة صلاح الدين ليعيش المواطنون بأمن وسلام لا يمنعنا أنه من خلال هذه المناسبة ومن خلال هذه الأعياد التي تمر على بلادنا ممثلة بالعيد الفطر المبارك على تنفيذ واجبات حتى وإن كانت في الأعياد لغرض تأمين المواطن وجعله سعيد في كافة أوقاته هدفنا الوحيد هو جعل بلادنا آمنة والمواطن يعيش بجو من الطمانين والراحة والأمان نود أن نرسل رسالة طمعنا إلى أهمنا في محافظة صلاح الدين وأن أبناء الحجد الشعبي متواجدين في هذه الأيام في أيام عيد الفطر المبارك في الجبهات وفي الساتر رغم أننا اليوم في أيام عيد الفطر المبارك وفرحتنا الكبرى هي توفير الأمان والاستقرار لأبناء الشعب العراقي بينما يحرص المقاتلون على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم يعيش أبطال القوات الأمنية والحيد الشعبي فرحة عيد الفطر المبارك بأجواء سعيدة وهم يؤدون مهامهم الأمنية اليومية عمر العزاو العراقي الأخبارية صلاح الدين